ومن مدينة تزويلي العلوم والتكنولوجيا حيث اطلاق مهرجان العلوم في نسختها السادسة في الفترة من السادس وحتى التاسع من شهر سبتمبر الجاري يهدف هذا المهرجان لتبسيط العلوم لعدد كبير من الطلاب واللي بتتراوح عمرهم من 15 والحد 25 سنة حيث يتم اخذهم في رحلة الى المستقبل لرؤية العلوم وحتى لكيفية تأثير الاحداث على بعضها البعض وكيف ان حادثا صغيرا بامكانه ان يغير العالم اجمع مزيد من التفاصيل وتبع في السياق هذا التقرير انتلقى مهرجان العلوم في نسخته السابعة والذي تنظمه مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في الفترة من السادس حتى التاسع من سبتمبر وذلك بمشاركة طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة وطلاب الكلية الفنية من الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية ومعهد السينما والمسرح قسم ديكور وذلك على مستوى الجمهورية فكرة المهرجان اصلا هي بتقوم على تبسيط العلوم تبسيط العلوم بحيث ان يكون كل فئات المجتمع بكل الخلفات العلمية المنتهرة الموعة تقدر تستوعب ما نقدمه من محتوى وبطريقة سهلة وبسيطة بحيث ان المعلومة توصل للمستمع ويضم المهرجان 12 عرضا فنيا يقوم فيه الطلاب باشرح وتبسيط العلوم والمعلومات العلمية المختلفة حتى يسهل فهمها من الجميع حيث يتناول كل عرض حدث طور من مجال علمي محدد مثل الاحياء والفيزياء والطب النفسية من ضمن الاثناشر عرض اللي معنا في عرض عن التكنولوجيا في العرض ده هنتكلم عن الترانزيستور بنتكلم بقى بداية الترانزيستور ازاي صنعناه ازاي ابتدأ اساسا وفيه فكرة لطيفة لانه هو ابتدأ اصلا اتعامل بالصدفة ما تعملش بمقصود وهنتكلم احنا وصلنا لايه في دلوقتي لانه هو الترانزيستور ده كل شوية بيصغر 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 لحد نوصل لأصغر من الخلية بتاعت الانسان احنا في المهرجان السنة دي عندنا 12 عرض مسرحي من ضمنهم تجارب علمية وعرض للألعاب لكن ألعاب ذات مرجعية علمية يعني عندنا مسرحية والأول سنة في المهرجان عندنا عرض مسرحي كامل بيتضمن اليوم كله بيكون في بداية اليوم وكمان بيكون في حفل الختام لكل يوم ويهدف المهرجان لتوصيل فكرة أن العلم مهما كان معقدا يمكن تبسيطه وتناوله بشكل ممتع